يعني يا مشاهدين الكرام هذه الوثيقة يقول لك يا عمي عقد هذا الـ 1500 ما لبس ما يتعبان ما بيجد واقتصادية ولا بيجد ومي يخسرني ما يفيدني وانا عدي تراكمات وانا مطلوب الوزير اشقاله ايضا الخطيب ايضا الخطيب يقولون الا اليوم توقعون العقد دق رجلة دق رجلة الا توقعون العقد شوف عنده وثائق انا ما رح ارضك لين هاي الوثائق كلها بالمدعي العام هاي ملفات نزاه وكان ملفات ماشية 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 نعم هاي ماشية انا ما رد اعرض الوثائق انا جاء تكروس اقلام الا يمشي العقد شوف اش سوه خوى المدير عام دائرة اه عفو شركة انتاج الوسطى زين قل لي انت وقع العقد باوع الوزير يريد يطلع منها على موت شسو يدفع اش قل لي المدير عام قل المدير عام انت وقع العقد مدير عام وقل لي شو نوقع العقد هذا ما بيجد واري هذا عقد يعني بيسمونه عقد غيار لازم الا رأستي الوزارة اتوقع هذا قل لي لا ما لك علاقة قل لي زين راح اسوي لك تخويل خونني قل لي طلب منه تخويل انه انا وقع العقد كتب له موافق هاي عندي الوراقان بس اذن مين عارض لان هذا قلت لك بملفات نزال نزال خوو لي بنفس اليوم بنفس اليوم مقعو اسرع عقد تتوقع بتاريخ الامة البشرية عقد بس مايا بيوم ما حدتوقع دق رجلي الا توقع وصحت ومليت وبح صوتي يمعود يبلغيرة ووقفو ووقفونا طونا مجال وهذا ماجد حنتوش موجود هذا الكتاب مدير الدائرة الفنية وثيقة رقم ستة شباب بس عرضوا انيها مجددا ديقول ما بيجدو يقول ما بيجدو اخصصادية ولا فنية بيخسارة بيالتزامات على الوزارة لكنه لو الخطيب دق رجلي اللي يتوقع ليش ايبعدين الليش والله استاذ بجد هاي كوارث حقيقة لا للأمانة طبعا شوف مها مها حمودي اي اشقالت اشقالت مها هاي ما اعرف عندك الوثيقة لو ما عدي لا ما عدي هم تسعة توسيعات زين محطة بسماية الاستثمارية اشارة الى كده بخصوص رغبتكم بالتوسيع محطة نود علامكم بانه استنادن الى توجيهات المراجع العليا بخصوص سياسة الوزارة لزيادة الطاقة الكهرباء وموافقة السيد الوزير المحتاج علامة طال قررت الوزارة تريث في المضي في عقود توسعة محطة بسماية زين هاي المن كاتبة قررت هات قرأ قررت الوزارة تريث في المضي في عقد توسعة بسماية المن كاتبة هاي هاي كاتبة لما لبو الشركة المجموعة الماسر قابضة ماها حمودي قالوا لها تسوتي انت شو انت كتبينيش كتاب ابتلت المرأ عرفت شين من نهاية ماها مدير دارة الاستثمارات والعقوب زين بالوزارة بالوزارة زين لعبوا بها طوبة شون سووت هاي الكتاب دمروها دمروها رادي يسوون ما يسوون زين انا طلبت هاي الوثائق كلها بكتاب رسمي من كتاب المكتبي موجودة اجت هاي الكتب وثيقة رقم سبعة شباب وثيقة رقم سبعة زين هاي اجتني الكتب بعد نواقته هاي طلبتها جيد هذا بالضبط ما للكتاب المرقم والماس القابضة للطاقة مو بالضبط بالضبط هذا كلها أنا طلبتها بكتاب رسمي بالضبط خمسة ثمانية حسنت زين سويت استضافة الى مها حمودي ها ستجد على هاي البقية مو هي مديرة الاستثمارات اش قالت لك قلت لها العقد مر عليك تقول ما مر عليك مديرة عام دارة الاستثمار طبعا كان من ضمن الاستثافينا مدير عام الدارة الفنية اللي هو ماجد حنتوش كان ربقتها نذاك الوقت قالوا عم الله وكي لكم محمد كفي قال انا هاي مطالعتي لقريناها زين احنا مقابلين وما حمودي قالت ما امر علي العقد عبرت ما امر عليهم حاج يهيش منها كفترة وقبل من الوزير للمدير العام مدير عام انتاج الشركة الوسطة شونك به ها ملوزة هاي ملوزة حيل والله بحصوتي والله بحصوتي يعني عقد خسر العراق وخسر الوزارة قيمتها مليار وستمائة دولار زين اسألك بالله مليار وستمائة لم يمر على هاي البنية هده ما هامش يسمون وعقدة باع علي عقدة عقدة لمدة 17 سنة وهم المحطة تبقى الي نفس ذاك العقد نفسه أخو كوب وي بيست كوب وي بيست يا عم ما هتقول لك ما مر علي هذا العقد انا عده وثائق قلت لك ما عريد عرض هذا عرض هاي سنتخاف باقي شمش عرايب رأسك ما يظلن ايه والله فهذا الكتب انا كل قل لك النائب شم سوي شوني شغله هذا شغل النائب انا كل هذا كان المفروض ملف استجواب لكنه من انتهد هذا المليار وستمائة مليون دولار احنا الطينة شوف مال شركة الماس القابضة لو يا مشروع اللي عبر هو هذا الملحق مال بسمائة الـ 1500 الملحق 1500 اي اي الملحق هذا من قلت لها انتي وين العقد قالت لك ما ما مر علي ما مر علي ما تعرف يا انت مر عليها اي من طببوا المواد من البصرة مو ذول حاضرين غراثهم حاطين غراثهم جيبهم رأسهم وقاوا العقد جابوا المواد مالتهم فقالوا لها تعال شوفوا المواد انتي لازم تقاتلهم يا مواد مال محطة بسمائي قلت لهم انا مسوي كتاب وين عاد العبد المهدي بديش الأيام وين كان ملتهي هو المستشار ما للي حرك هذا العقد 1500 مستشار كان عراب اي مستشار ما رد اقول اسمه احنا هنا غير شي بعد الامور ما كاملة هو المستشار موجود اسمه يمي في وقته كان اي ما عرف ملين ما عرف موجود كتاب اكو كتاب هو هو محركبي فعلي بي زين عرفت شلون بالضبط مستشار عبد المهدي هو عراب هذه الصفقة مو بعد ما عرف اي هو عراب شو متحرك هو صاحب الشرارة هو اللي يدفع بالكتاب الى الى وزارة الكهرباء زين طبعا اسمه موجود عندي بس قلت لك هاي الملفات ما نقدر نعرضها كل هالي انان عندي صاحبه مش بوه ترى ابو ابو هذا كارثي هذا الكتاب عقد بس مايا الى السيد مكتب رئيس الوزراء هو رقع العادل عبد المهدي اي وقل له لازم وضروري احنا نوقح هذا العقد لوزه لوزه على قوتهن سوالة واهس سوالة واهس وقع له هنا ياهو هذا مستشار سعادة هنين عبد الحسين هنين عبد الحسين عفوا عبد الحسين عشرة او هدعش ثمانية 2019 قل له لازم لوزه هذا ملوزه ملوزه فتشي يعني مسوي فتشي هذا ينقذ العراق انقاذ العراق وست ايام من ذاك التاريخ تقريبا يعني هنان لا خمسة ثمانية على فكرة حركه بالبداية بعدين رجعو له يعني صارت مفاوضات وماذا شنو بعدين طبوا بول الرئيس الوزراء رئيس الوزراء شمادري 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 شعرف بالكهرباء هو شمادري رجال حير روح ينام بثماني المغرب ما يدري بروح طشت رشت ما يدري كتب لهم حركوا فعلوا العاقد طاحت بروس بروس المقارد احنا اشتركوا في القناة